في عندنا مثال بسيط قوي كده واحدا مش هنحله بالتفصيل لكن انا يهمني تقرأ الكروس سكشن مزبوط وزي ما قولنا قبل كده كل التركات في الكروس سكشن تخيل مثلا لو انا عندي اربعة دابل كانتليفر فريم كلهم نفس الابعاد زي ما انت شايف بس الفرق ايه ان هنا الكانتليفر فريم الاولاني كان فيه هنا تلك كاميرات سكندري وبلاط الكانتليفر فريم التاني كان فيه كاميرا في الطرف هنا وكاميرا في الطرف هنا وما تحطش كاميرا في النص وفيه بلاطة برضو الكانتليفر فريم التالت كان فيه كاميرا في النص وبلاطة ايمين وشمال ومافيش كاميرات في الطرف الكانتليفر فريم الرابع كان فيه بلاطة بس متحشرة ومافيش كاميرات اصلا مع ان الاربع كانتليفر فريم يشبهوا البعض لكن عشان اماكن الكاميرات اتغيرت فهتكتشف نهاية باقة مساء المختلفة تماما فحاليا احنا عايزين نشوف لما كانوا تلك كاميرات اللي حصل ولما كانوا كاميرتين اللي حصل لما كان كاميرا اللي حصل الحل الرابع لما فيش كاميرا خلص في المثال ده مثلا كان ستة متر فكرة هتعمل ايه هتفيقي طبعا ترسم سنتا لاين وبعديه بستة متر ترسم سنتا لاين تاني ولما قطعنا هنا لو تاخد بالك هنا قطعت في عمود واحد بس فهرسم الكانتليفر فريم والعمود في النص وده هيتكرر كل سبيسنج واضح ان نفس الشكل ده هيمشي بالزلط مع بقية المسائل التانية كلها بس يفرق معي في ايه بقى في اسقاط الكاميرات يعني فكر كده الفريم الاولاني الكاميرا الاولاني دي هنسقطها خطين هنا في الطرف الكاميرا التانية اللي فوق العمود هتسقط خطين هنا والكاميرا التالتة برضه تسقط خطين هنا وعشان فيه بلطة عندي فكل ده فيه بلطة هنا مفيش فيلز تقدر تقول لي حاليا البلطة دي متشالة من اربع جهات وابعدها اتنين ونصف ستة عشان الستة اكبر من ضعف الاتنين ونصف طبعا هتبقى وانوي فاكر بعمل خط دوتد في الاتجاه الطويل طبعا دي البلطة الناحية دي وبلطة الناحية التانية هتبقى نفس الكلام زي ما قلنا فوق وتحتها هيتكرر فواضح هنا ان الفريم ده مش شايل اي حاجة من البلطة هو شايل بس رأكشن تلك كاميرات تقدر تقولي الفريم اللي جانبه هنا همامل نفس الكلام برضه هسقط الكاميرات عندي كاميرا الناحية دي هسقطها تبقى خطين عن طرف الكنتليفر وما عنديش كاميرا هنا وعندي كاميرا في الطرف الناحية التانية هنسقطها مش ده كده بقى شكل بلان انت اخد بالك حالين البلطة هنا بقت ابعادها كام في كام بقت خمسة في ست طبعا بلطة زي دي خمسة في ستة من شاء الله لأربع كاميرات عشان الستة تقل من ضعف الخمسة فهتبقى توي فهننصف الزوايا بين الكاميرات فطلعك العدم وثلسين وثنين ترابيزيوم لو تاخد بالك شايل اي حاجة من البلطة او شايل عندي مسلسين من البلطة غير رأكشن الكاميرا دي ورأكشن الكاميرا دي طب لو بنعمل الفريم التالت تقدر تستنتجلي بسرعة البلطات عاملة ازاي؟ لو مش هتعرف نرسم بلان الاول من غير الاخباطة هنا لو تاخد بالك مفيش كاميرا لكن كان فيه طرف البلطة فهبان عندي خط واحد بس هنا اللي هو طرف البلطة طب الكاميرا اللي فوق العمود هبان خطين هنا برضو الطرف الناحية التانية ده برضو هبان لي طرف البلطة هبان خط واحد انت اواخد بالك هنا البلطة نفسها بقت عبارة عن ايه؟ البلطة نفسها بقت متشالة من ثلاث جهات بس لان انا مبقاش عندي كاميرا في الطرف هنا طبعا دي تعتبر بلطة سري ساعدة اسلاب فاكر كنت بتعمل ايه دايما؟ بننصف الزوايا بين الكاميرات يعني هنصف الزوايا دي مثلا لا طبعا دي مش بين الكاميرات قولني هتيجي بين الكاميرات هنا وبين الكاميرات هنا بننصف الزوايا والناحية التانية برضو هتبقى سريش هاد اسلاب هننصف الزوايا بين الكاميرات زي ما قلنا اللي اتعمل في الباكة اللي في النص هيتكرر فوق وتحت ده معنى ساعتها ان الفريم اللي هنا بقى شايل ايه من البلاطة بقى شايل اربع مسلسات غير الري اكشن بتاع الكامير اللي في النص اللي هي راحة دارك تعالع موت تقدر تقولي الفريم الرابع اللي هو ما كانش فيه اي كاميرات انا هسقط ايه ساعتها هسقط البلاطة فالبلاطة عندي طرف البلاطة اللي هنا هيبان لي خط واحد بس هنا طرف البلاطة الناحية التانية هيبان لي برضو خط ومعنديش كاميرات خالص حاليا البلاطة اللي انت شايفها قدامك دي هتبقى ابعادها خمسة في ست هادي بلاطة طوي لا طبعا دي متشال عندنا على الكاميرتين بس اذا ما انا صح متشال على الفريمين بس الفريم اللي فوق والفريم اللي تحت يبقى البلاطة دي مهما كانت ابعادها تعتبر one way واقولنا هنعمل خط دوت اتعمل ازاي موازي للكاميرتين الشايلين اللي هو الفريم ايه يعني كأنك بتقول ان الفريم الواحد شايل ايه شايل مستطيل بلطة من هنا ومستطيل بلطة من هنا ومش شايل اي كاميرات شايف الفرق بين الفريم ده والفريم ده والفريم ده والفريم ده كل واحد فيهم شايل احمال غير التاني خالص مع ان المسألة يشبه البعض في cross section لكن طب زي ما قلنا الفرق ايه ان انت عرفت تقرأ الكاميرات دي لما نسقطها هتنزل فين بالزبط فعشان كده محتاجين نركز قوي اي مسألة فيها cross section ركز مع cross section وبص على التركات كلها هتلاقي في cross section